برعب عادكم من جديد وخلونا نبدأ فقرتنا العالمية مع أبرز مباراة اليوم من الدوريات الأوروبية المختلفة وتعالوا نستارد مع حضراتكم المباراة عندنا في الدوري الإنجليزي نبدأ به مباراة المؤجلات الجولة الـ 28 في مبارتين ليفر بول في مواجهة فولهام الساعة عشرة مساء وفي نفس التوقيت منشاستي سيتي ووستهام يونيتد نروح لوقتي للدوري الأسباني والجولة الـ 33 فالانسيا وفي ريال الساعة 8 ونص أما الساعة 11 عندنا مبارتين أتلاتو كومدريد في مواجهة قادش وخيتافي في مواجهة سيلتا فيجو نوع لوقتي للدوري الإيطالي والجولة الـ 33 أتلانتا في مواجهة سبيزيا الساعة 7 ويوفانتس في مواجهة ليتشي الساعة 7 وسالرنيتانا في مواجهة فيرونتينا الساعة 7 وأيضا في نفس التوقيت سامبادوريا في مواجهة تورينيو أما الساعة 10 مساء عندنا أربع مباريات هيلاز فيرونا في مواجهة انتر ميلان لاتسيو في مواجهة ساسولو وميلان في مواجهة كريمونيزي ومونزا في مواجهة روما ومن الدوري الإيطالي نروح للدوري الفرنسي والجولة الـ 33 عندنا مباراة وحيدة هي ستاد بريست في مواجهة نونت والمباراة هتكون الساعة 10 مساء آخر مباراة معنا في الدولات الأوروبية المختلفة كأس ألمانيا والمباراة نصف النهائي الساعة 10 لاروبا وهتكون ما بين شتوتجارد وانتتراخت فرانكفورت هنبدأ الأخبار العالمية من فرنسا وتحديدا لعب باريس سانجرماء نجم الأرجنتيني ليونال ماسي واللي أكدت عدة تقارير إعلامية فرنسية إن إدارة باريس سانجرماء فرضت عقوبات على اللاعب بالإيقاف لمدة أسبوعين بسبب سفروا بدون تصريح بالموافقة من إدارة الفريق إلى المملكة العربية السعودية طبعا إيقاف ماسي معناه أنه هيغيب عن المشاركة في مبارتاي الفريق اللي جايين كمان العقوبة دي جاية في وقت صعب يعني جدا بالنسبة لللاعب لأن مسؤولي الفريق الفرنسي كان عندهم رغبة في تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونال ماسي عقده في الفترة المقبلة لكن الأمور يعني بتتطور بشكل سريع جدا وقالت صحيفة لوكيب الفرنسية إن ماسي قرر حتى عدم التفكير في اتفاقه مع باريس سانجرماء بشأن تفعيل بند تمديد التعاقد لموسم الثالث مع الفريق الباريسي وبعد العقوبات اللي هيتم تطبيقها على مسي هتخلي أكيد لها بيرحل عن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري بكل تأكيد العقوبة هي تكون صعبة إن يكون فيه هناك اتفاق على تمديد عقد مسي لموسم الثالث مع فريق باريس سانجرماء وكل الأمور يعني بتتاجه نحو ربارسوها إذا قدر نوية حل طبعا الأمور مع الاتحاد الأسباني هناك بنسبة لقبول طبعا أجور عالية في الفترة القادمة من فرنسا نروح لإيطاليا النهاردة تقام 8 مباراة في الدوري الإيطالي وأهم المباراة طبعا فيها تجمع لاتسيو وسيسولو اللي هتمتلك الساعة 10 مساء طب ليه المباراة دي مهمة؟ لإن ممكن تحسم لقب الدوري طبعا لصالح فريق نابولي بشارك